أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ضرورة تعزيز أطر التنسيق والتفاهم في مضمون العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بما يحافظ على المصالح المتبادلة ويقوي أسس مواجهات التحديات ويقوي أسس تحديات المشتركة ويلبي تطلعات البلدين وشعبيهم الصديقين وقال سموه أن العلاقات البحرينية الأمريكية تتجاوز وهميتها مدى الإطار الثنائي لتشتمل على التعاون والتنسيق حول الملفات والقضايا الهم أقليميا ودوليا على مختلف المستويات وعرب سموه لدى لقائه اليوم بقصر الإقضيبية مع سعادة سيد وليام روبك سفير الولايات المتحدة الأمريكية ونائب أدميرال كيفين دوني كان قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأصول الخامس عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية على مشاركتها الفاعلة في تنظيم ورشة عمل حول مكافحة تمويل الإرهاب والتطرف العنيف إلى جانب وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي جاءت متواصلة مع أعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابع وأضاف سموه حفظه الله أن مملكة البحرين تواصل إلى جانب المجتمع الدولي التصدي لكافة أشكال الإرهاب ومحاربة فكره والعمل على ترسيخ المبادئ والقيم التي أعلت من شأن الحريات وكرامة الإنسان وحمايته هذا والسعرض سموه خلال اللقاء العلاقات البحرينية الأمريكية والقضايا والموضوعات على الساحتين الأقليمية والدولية مشيرا سموه إلى الأهمية الملحة للتعامل الفاعل مع الأوضاع الراهنة في سوريا بما يضع حدا لتفاقم التكلفة السياسية داخليا وأقليميا والتبعات الخطرة على المستوى الإنسانية من جانبه عرب السفير الأمريكي ونائب أدميرال كيفين دونيكانا عن تقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العالى أنعب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه وأشهدها بالتعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر